مرحبا مرة الثالثة سنسجد ثلاث فيديوهات اليوم وراء بعض معكم مرة ثانية مونير عجم وهذا الفيديو اليوم تركيزه على إدارة المشاريع بداخل المنظمات أما نسميه بالإنجليزي Organizational Project Management بالطبع عندما نقول Project Management أما PM علم إدارة المشاريع إذا نفكر بطريقة محدودة إدارة المشاريع أما إدارة مشروع مثل شريط PMP والPumpback Guide وبعض الضليق المعرفية الموجودة بالعالم اليوم هي تركيز على كيفية إدارة مشروع معظمها مشكلة معظمها تركيز على كيفية إدارة مشروع مش إدارة مشاريع على إدارة مشروع فينا نقول إدارة مشروع ممكن تكون شبيهة من مشروع لمشروع ممكن يكون هناك بعض الاختلافات حسب نوع الشركي ونوع العمل موجود بينما إدارة دليل معرفي مثل Pumpback Guide وغيره بيعتمد أن المنظمات أما المؤسسات اللي كانت حكومية أما شركات خاصة أما شركات لا تبغي الربح أما NGOs أي منظمة أما مؤسسة أما دائرة بشركة لا يجب أن يكون المنظمة ككل أي دائرة من الدوائر الشركة أو بيزنس يونت ممكن تستخدم إدارة المشاريع طيب هذه الإدارة أما المنظمة أما المؤسسة إذا بدأت تدير مشاريع كيف بدأت تديرها إذا ما اعتمد بس على الشهدات والسرتيفيكيشن ليس كيفي مثل ما سكرنا بالفيديو رقم اثنين نحن بحاجة لتأسيس أو وضع منهجية أو دعنا نميز بين المنهجية والنظام منهجية أما هي ممكن يكون تعريب الكلمة Methodology أما Method وهي ممكن يكون منهجية لإدارة مشروع الأي منهجية ممكن يكون محددة أن سنقول مشروع بنا أما مشروع تطوير الإداءة المواصفين مشروع بالموارد البشرية مشروع لدائرة الموارد المالية أي مشروع كل مشروع له نوع ممكن يتبع منهجية محددة وهي متد محدد لإدارة المشاريع هالمتد من أين بيكون جاي هالمنهجية هاي بتكون إذا المنظمات اللي عم تشتغل بإدارة المشاريع عندها احترام لعلم إدارة المشاريع بتتبره هو علم مستقل وقادر يوصل يكون مستقل بحد ذاته لازم تكون هالشركات توضع نظام لإدارة المشاريع كلمية نظام هون هي سيستم يعني نحن من نادي انه الشركات والمؤسسات اللي بتنفذ جزء كبير من عملها خلال مشاريع لكي هل مشاريع صغيرة ولا مشاريع عملاقة هي بحاجة لوضع نظام لإدارة المشاريع المؤسسة فيه يعني نسميه نحن Organizational Project Management System هالسيستم هالنظام العمل هدا بتكون معدة شغلات أحد الأمور الأساسية اللي بتكون منها هي أول شي نحن بأي نظام عمل أي عمل مؤسسات اللي بيكون فيه policies يعني السياسات اللي بتكون هي شغلات كلمات أما جمل مختصرة بتحدد على السياسة المؤسسة بموضوع إدارة المشاريع ولا بموضوع المالي ولا بموضوع الموارد ولا بأي موضوع الموارد البشرية بأي شيء تاني ممكن يكون فيه سياسات محددة هي بتتضبعها المؤسسات هلا بعدين نحن نحن أكتر مربط بتخطيف بين هربط بين تخطيف الاستراتيجي وإدارة المشاريع بس إذا نرجع نركز على Organizational Project Management System اللي هو نظام إدارة المشاريع المؤسساتية أما المشاريع داخل المنظمات أول شيء منبلش نحن ممكن قلنا الـ policies والهن الأساسيات اللي هن اللي بيكونوا الأساس كل شيء وبعدين ممكن نوضع نحن الـ governance structure اللي هي التحكم الحوكم أما التحكم كيفية توضع إدارة المشاريع بطريقة صحيحة بدون أي مشاكل بالنسبة لأعتراض المصالح والفساد وله الأمور من هذا لازم يكون في عنا الـ governance structure اللي هي الحوكمة بالمؤسسات هايدي هايدي من ضمن في عنا الحوكمة للمؤسسات في عنا الحوكمة لإدارة المشاريع للمشاريع والبرامج غير بعض ما ننتقل من موضوع الـ policies والgovernance اللي هي الـ CSA والحوكمة بدون يكون في عنا ساعتها موضوع عن المنهجيات بالطبع حسب نوع المشاريع مثلا مشاريع العلاقة الاستثمارية الكبيرة اللي ممكن يكون بمليون الدولارات ويختصنين بحاجة لنظام يكون شامل ودقيق وفيه كتير تفرعات وأمور تامية ملاح فينا ندخل فيها كلها هلان أما مشاريع صغيرة والبسيطة ممكن تكون داخل مشاريع تدريبية صغيرة أو مشاريع مؤسساتية صغيرة ممكن تكون إلى منهجية كتير بسيطة فهون نحن بحاجة من ضمن الـ الـ من نظام إدارة المشاريع بالمؤسسة أن نوضع منهجيات مختلفة حسب نوع المشاريع التي تنفز المؤسسة بالطبع إذا المؤسسة كل مشاريع المنهجية بيكون شيء اسمه Project Lifecycle اللي هو حياة المشروع وكيف نقسم المشروع لمراحل رئيسية ومراحل فرعية وكيف يوجد بوابات المراقبة والتحكم وكيف نعمل إدارة المشروع وكيف نتحكم بالمشروع ممكن يكون لدينا بالطبع النموذج والـ الموذج وممكن يكون لدينا نماذج للبيانات وهالأمور هاي كمان ممكن يكون لدينا من ضمن نظام إدارة المشاريع أمثلي من مشاريع سابقة أكيد من ضمن المؤسسة يجب يكون كمان في المعلومات التاريخية والملفات التاريخية من مشاريع سابقة مش نقدر نستخدمها للمستقبل تساعدنا نطور الأداء من ضمن الدروس في المستقاط وغير أمور خلينا نختم هون نحن نقدر اليوم بين إدارة المشروع وبين إدارة المشاريع المؤسسة وإدارة المشروع بحاجة لمنهجية وبين إدارة المشاريع المؤسسة بحاجة لنظام متكامل من ضمن الحوكمة والمنهجيات المتعددة حسب نوع المشاريع الممكن تطبق داخل المؤسسة مرة ثانية معكم نير عجم شكرا وإلى الفيديو الرابع